بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد عبد الله رسول الله وعلى ألبيته الطيبين الطاهرين أولادي التصنيف أول مرة سنأخذ التصنيف التصنيف هو تنظيم الكائنات الحية وترتيبها ضمن فئات أو ضمن مجاميع يسهل للباحث أو يسهل للدارس أن يتعرف عليها فالتصنيف إذن هو خلنا نقول إحنا هو تجميع الكائنات الحية على درجة قربها كلما كانت قريبة كلما وضعت في ملاتب أصغر أي أنه المرتبة الدنيا مثلا كلما زادت القرابة بين كائنين أي وضعا في مثل النوع وبعدين يوضع في الجنس وهكذا كلما يبتعد فيه الصفات عن بعضها ترتقي المراتب التصنيفية وهكذا والمراتب التصنيفية اللي إحنا راح نأخذها ونعرفها هي السبع الرئيسية السبع الرئيسية اللي هي المملكة الشعبة الصف عندك ورا الصف الرتبة ورا الرتبة العائلة ورا العائلة الجنس ورا الجنس عندك النوع هذا السبع الرئيسية وأكو مراتب تصنيفية تجي مابياناتها مثل السب والسوبر وبعض الحيان تجي الدبجين والكوهورت وما شبه ذلك من المراتب التصنيفية اللي تأتي ونستعملها احنا في دراسة التصنيف والكائنات الحية من رد أصنفها أن لا بد أن أحتمت على بعض الصفات وهذه الصفات قد تكون مظهرية أو صفات تكون تشريحية في بعض الأحيان والصفات المظهرية اللي أبحث وخاصة في الحشرات مثلا في الحشرات أبحث عن مثلا اللوامس أبعد شكل الأجنحة أبحث عن عدد حلقات البطين أبحث عن أجزاء الفم أبحث عن الرسق عدد عقل الرسق وكثير من الصفات اللي موجودة الصفات المظهرية اللي توجد على الحشرة أقارن بياناتها ودرجة قروبها وغياب العيون البسيطة المركبة غيرها من الصفات المظهرية اللي ممكن أنا ألاحظها على الحشرة وأسجلها وأدونها فهذه الصفات هي اللي نحن نسميها بالصفات المظهرية وعندنا صفات أخرى صفات تشريحية تختلف بالجهاز الأضمي تختلف بالدوران تختلف بالجهاز التقاتري وكثير من الأمور أو تتشابه تختلف أو تتشابه في الصفات التشريحية واجهنا في الأخير حقيقة الدراسات الأخيرة هي الدراسات اللي تحتمد على الأيزو أنزايم الدراسات اللي تحتمد على البروتينات الدراسات اللي تحتمد الآن اللي أكتر تطور واللي نستعملها إحنا في دراساتنا هي استعمال التقنيات الجزيئية المثل البي سي آر والجين سيكوينس وما شابه ذلك اللي تنطين القرابة ودرجة القرابة اللي موجودة فيما بين الأفراد في دراستنا راح نحتمد المصدر مالكم كتابكم اللي موجود عدكم وكلكم عدكم هو علم الحشرات العامة تأليف الدكتور إبراهيم قدو الدكتور حسين عباس والدكتور مصطفى كمال وهذا كلكم انتم تابعوني ب نحن سبق أن أخذنا من الحشرات تنتمي إلى شعبة المفصليات والمفصليات تضم العديد من الصفوف ومن هذه من الصفوف هو صف الحشرات والحشرات أو سداسية الأرجل حكسابود يقسم إلى تحت صفين أو تحتي صفين يقسم إلى تحتي صفين هو تحت صف الحشرات عديمة الأجنحة وتحص صف الحشرات المجنحة وتحص صف الحشرات عديمة الأجنحة هي التي لا تمتلك بالأصل الأجنحة لا تنمو لها حتى آثار للأجنحة لا تكون موجودة إليها في أسلاف سواء كانت الأسلاف المنحدرة منها أو في نموها الجنيني أي أثر للأجنحة لا تمتلك التحول فيها كامل أو معدوم أو ضئيل والصغير يشبه الكامل من جميع الوجوه تقريبا ما عدا الحجم يمتلك الكامل في منطقة البطن زوجا أو أكثر من اللواحق البطنية قبل اللواحق التناسلية ويتمفصل الفك القاضم أو القارض مع الرأس في نقطة تمفصل واحدة وسبق أن تكلمنا عن هذا عندما تكلمنا عن الفقوق في الفصل الأول فهي ظهرت أصلا قبل امتلاك الحشرات للأجنحة وهي طبعا تختلف عن بعض الحشرات أي إنها تعتبر حشرات بدائية وتختلف عن حشرات اللي فقدت أجنحتها كسفة تطورية أو ثانوية نتيجة ل بسبب حياتها أو ما شابه ذلك كما هو في حالة القامل وما شابه ذلك يقسم هذا أو يضم تحت هذا الصف عدة رتب منها رتبة شعرية الذن رتبة مزدوجة الذن رتبة أولية الذن رتبة الذن بالقافز وغيرها من الرتب ولكن أهم الرتب هي هذه الأربعة وصف الحشرات المجنحة هو الصف الذي يضم جميع الحشرات التي تمتلك أجنحة أو التي فقدتها خلال فترة تكيفها كتكيف ثانوي لحياتها الجديدة كما هو الحال في الحشرات الطفيلية مثل القمل بق الفراش البرغوث وما شابه ذلك من الحشرات التي تمتلك أسلافها أجنحة إضافة إلى أنه وجود البراعم الجناحية موجودة عليها لا يمتلك الكامل في منطقة البطن أي من الزوائد على الحلقات البطنية الواقع أمام الحلقات التناسلية وتكون الفقوق القادمة في الكاملة في الكاملة منفصلة بالنقطتين تمبصل مع الرأس وتكلمنا عن هذا الجانب أيضا وتكلمنا عن الحشرات وتكلمنا عن أجزاء الرأس التحول فيها يختلف حسب مجاميحة من تجريجي إلى كامل مفرط ويقسم صنيف الحشرات المجنحة إلى قسمين القسم الأول هو الأجنحة التي تنمو داخليا أو خارجيا والقسم الثاني هو الأجنحة قسم الحشرات التي تنمو فيها الأجنحة داخليا أي أنه قسم الحشرات خارجية الأجنحة وقسم الحشرات داخلية الأجنحة والقسم خارجية الأجنحة اللي هو إكسو بتريقوتة يضمن العديد من الرتب من هذا الرتب كل الرتب القديمة مثل ذبابة مايو ورتبة الرعاشات إضافة للرتب المتشابه لمستقيمة الأجنحة ورتبة مطبقة الأجنحة إلى رتبة هدفية الأجنحة وهي رتب كثيرة وتتميز بأنه هذه تكون فيها الأجنحة تتكون خارجيا على شكل براعم على الطور الحوري القسم الثاني هو القسم الحشرات داخلية الأجنحة وفي هذه المجموعة نلاحظ بأنه فيها الأجنحة تتكون على شكل براعم داخلية إثناء نمو الطور اليرقي وضمن هذه المجموعة عدة رتب هذه الرتب تكون الأجنحة فيها عند النمو في الطور الجنيني غير ظاهر الحيان خاصة على الطور اليرقي وإلى الطور الكامل اللي يكون تظهر على شكل أجنحة فوق الجسم وأيضاً تكون لها هذا التحول فيها يكون كامل أو يكون كامل مفرط أي مرب أربعة أطوار هي اليرقة أو البيضة اليرقة العذراء ثم الطور الكامل وإذن مثل ما قلت لكم يضم هذا القسم عدة رتب منها رتب شبكية الأجنحة ذباب العقلة بحشفية الأجنحة شعرية الأجنحة حابية الأجنحة غشاية الأجنحة غمدية الأجنحة وملتوية الأجنح عدنا صف الحشرات عديمة الأجنح أول رتبة راح تجينا هي رتبة شعرية الذند شعرية الذند تكون أعضاء الفم هي تكون قارضة واللوامس شعرية متعددة الحلقات والرسغ يتكون من 2 إلى 4 عقل وتمتلك حلقات البطن عدد من الزوائد الواقع أمام اللواحق التناسلية ويوجد في نهاية البطن زوج من القرون الشرجية متعدد القطع وطويل ويوجد فيما بيناتهم دول الثنين زائدة تسمى الخيط الوسطي الضم أفراد هذه الرتبة العديد من الحشرات وهي حشرات بدائية وضمنها أكثر من عائلة هي عائلة الماتشلدي وتكون أفرادها تحتوي على عيون مركبة وعيون بسيطة وتحتوي حلقات البطن من 1 إلى 7 حويصلات ويوجد الأقلام عادة على الحراق الصدرية وعلى الحلقات البطنية حتى التاسعة وعندنا مثل منهم عائلة اللبسي ماتدي وتضمنها السلفر فش اللي هو السمك الفضي ورتبة مزدوجة الدنب هي هنا تضم هذه الرتبة مجموعة من الحشرات اللي مجموعة من الحشرات اللي تتميز غالبا ما إنها تعيش في تحت الصخور أو في التربة أو بعض الأوراق المتساقطة وها مميزاتها أعضاء الفم مختفية في الرئيس واللوامس متعددة الحلقات ولا توجد لها عيون مركبة الرسغ يتكون من قطعة واحدة أي العقل الرسغ ما تكون مثل الأولى اللي فيها من 3 إلى 4 عقل هنا الرسغ يتكون من قطعة واحدة وحلقات البطن عادة ما تحتوي أقلام تقع أمام اللواحق التناسلية والقرون الشرجية موجودة ولا يوجد في مابيناتهم خيط وسطي كما هو الحال في مجموعة اللي هي شعرية الذنب وضمننا عدة عوائل وعدنا أهم هي عائلة جابيدي عفواً تحتوي الحلقة البطنية في أفراد هذه العائلة على زوائد خليمية وتمتلك نهاية البطن قرون الشرجية بشكل ملاقة متصلبة ومن أمثلتها أفراد الجنس جابيكس أولية الذنب تمتاز أفراد هذه الرتبة بحجومها الصغيرة ولونها الليميل للأبيض ويمكن أن تنتشر في التربة الرطبة الأوراق المتساقطة وأيضاً في فضلات البيساتين من دبال وأوراق وما شابه ذلك كما يمكن عثور عليها في مناطق صخرية تحت الصخور وتحت القلف في الأشجار ومن أهم مميزاتها أعضاء فمها مخفية في الرأس وهي متخصصة للثقب ولا توجد فيها لوامس كما لا توجد فيها أيضاً عيون مركبة المنطقة الذنبية نامية بشكل جيد في نهاية البطن علاقات البطنية الثلاثة الأولى شبيهها مزودة بزوج من اللواحق والتحول فيها بسيط وتضمن زيادة في حجم الصغير بعد كل انسلاق حتى وصولها لدور البلوم الرتبة الرابعة هي رتبة ذات الذنب القافز تضم هذه المجموعة أنواعاً من الحشرات الصغيرة والمعروفة بشكل جيد والتي في حشرات الكولومبولة لا يزد طولها على خمسة ملي متر في التربة والنباتات متفسخة بين الأعشاب تحت القلب في سيقان للأيجار وفي بيئات أخرى وتختلف في بيئتها فبعضها ذو لون في بنيتها فبلع ذو لون واحد كأن يكون أزرق مسود غامق أو أخضر مصفر يحتوي على بقع وخطوط من لون أغمق وهذه الحشرات تلاحظ هنا عندك في هذه اللوحة تلاحظ السمك الفضلي وعندنا نوعين من السمك الفضلي وتلاحظ بأن يوجد لوامس جيدة التكوين وتوجد أيضاً عندك زوائد قرب الرئيس وأيضاً يوجد عندك ثلاثة زوائد في الذنب هي القرون الشرجية إضافة إلى خيط موجود في وسطي وأيضاً تكون وجود أقلام مخرجية وأيضاً تلاحظ بشكل واضح وجود زوائد على البطن يحتوي على قرنين شرجيين ولكن لا يوجد فيها خويط وسطي وعادة اللوامس ما تكون هنا نلاحظ على شكل قلادية وبشكل واضح وهذه أولية الذنب تلاحظها بشكل جيد أيضاً تلاحظ هذه أولية الذنب تلاحظ ما يوجد في الذنب لا يحمل أي قرون شرجية تلاحظها ولا تحتوي على لوامس ولا عيون مركبة تلاحظها كلها لا عيون مركبة موجودة ولا لوامس ولا قرون شرجية أما في الكولومبولة فأعضاءها تمها ظاهرة ومتخصصاً للقطع أو للمص وتكون اللوامس من أربعة عقل ولا توجد لها عيون مركبة وتتكون البطن من ست حلقات في كثير من أنواع هيوجد تركيب إنبوبي على الحلقة البطنية الأولى يدعى حامل الغراء أو الكولوفور وهو اللي يثبت في السبرينغ وتركيب أو يثبت نفسها وتركيب شبكي على الحلقة البطنية وعضو حلزوني سبرينغ نابط على الحلقة البطنية نسميه بالفوركيولة لا يوجد جهاز قصبي تنفسي كما أن أنابيب مالبيجي غائبة من الجهاز الهضمي وتقسم هذه الرتبة إلى تحت رتيبتين أي سب أوردر وتمتاز الرتيبة الأولى الأرثرو أو كلينوية تمتاز بجسمها المتطاور تميز الحلقات البطنية والصدرية وبشكل واضح عن بعضها ورتيبة الثانية أو تحت الرتبة الثانية ويكون جسمها شبه كروي تتحد الحلقات الصدرية والحلقات البطنية الأربعة الأولى مع بعضها لاحظها لاحظ حشرات الكولومبولة شوف السبرينغ الفوركيولة اللي يكون نهايته مشطورة إلى شطرين هنا وأيضا الغراء الكولومبور اللي هو اللاصط لاحظة وعاين ذاك المشبك اللي يوجد على الحلقة البطنية الثالثة عندك على الحلقة البطنية الثانية والثالثة والرابع اللي هو عندك السبرينغ أو الفوركيولة يكون وعندك الشكل الثاني شكل أول مرة دايقرام وعندك الثاني هو الشكل الطبيعي ننتقل إلى الحشرات اللي هي حشرات خارجية الأجنحة أو الحشرات المجنحة وأول شي ما يجينا هي رتبة مستقيمة الأجنحة وهذه الرتبة معروفة للإنسان منذ قديم الزمان لكونها تسبب مشاكل اقتصادية مثل الجلاد والصرصر وما شابه ذلك وتكون مسؤولة عن المجاعات التي تحدث خلال الأزمنة الغابرة خاصة الجراد الرحال اللي يهاجر من دولة لدولة وسبقا متكلمين عنه إنه يهاجر من تقريبا من مناطق بعيدة وبكثافات عالية وينزل على المدينة أو المنطقة جرتها من المحاصيلها الزراعية لأنه شرح وأعدادها كثيرة فتأكل الأخضر واليابس وتكون أفراتها معظمها مجنحة وبعضها غير مجنحة فالمجنحة توجى الزوجان من الأجنحة الأول جلدي متثخن ونسميه بالتقمن وأيضا يكون تعريقه خاص بالرتبة أما الزوج الثاني فهو غشائي يطوى روحة اليدوية النسائية تحت الجناح الجلدي والأجنحة الخلفية كثيرة العروق الطولية والمستعرضة وأجزاء الفم من النوع القارض والتحول يكون فيها تدريجي والحريات تكون برية المعيشة أي تعيش هي يومها بنفس البيئة وتتغذى على نفس غداء الأم وتشبهها مع عدم موجود الأجنحة والنضج الجنسي تشترك هذه الحشرات في صفات أخرى منها أن الزوج الأخير من الأرجل قد تحول للقفز نتيجة تضخم الفخذ في كل منها الصدر الأول عادة ما يكون كبير والحرقفات كبيرة وحرقفتها كل زوج متباعدتان الرسق مكون من 3 إلى 4 عقل للأنثى عادة آلة وضع بيض جيدة في التكوين وقد تكون متحورة لإداء وظائف كالحفر ما شابه ذلك والثقب التي تضع البيوض في الأماكن المناسبة والمحتادة أن تضع فيها مثل هذه البيوض أعضاء التزاوج في الأنثى مخفية بواسط حلقتين البطن السابعة والثامنة وفي الذكر بواسط حلقة البطن التاسع والقرون الشرجية قصيرة وغير مقسمة وترتبط الرتب الثلاث التالية مع هذه الرتبة بصبات كثيرة مشتركة لأنها قريبة لبعضها من الناحية التطورية وبعض الباحثين كانوا يوضعونها في رتبة واحدة وإحنا من درسنا حقيقة درسنا كل هذه الرتب ضمن رتبة واحدة هي رتبة مستقيمة الأجنة الضم هذه الرتبة عدة عوائل من هذه العوائل اللي ضمها عائلة الجراد للقرون الطويلة وهذه العائلة نادراً ما تصل اللوامس فيها إلى نصف طول الجسم والرسق بكون من ثلاثة قطع وغالة وضع البيض قصيرة ولبعضها أجنح براقة الألوان وخاصة أن نتكلم عن الزوج الثاني أما الزوج الأول وهو جلدي تشمل العائلة الجراد بأنواعه ومن هالجراد المهاجر كالجراد المراكشي والجراد الصحراوي لدينا نوعهم الجراد المهاجر والجراد المراكشي والجراد الصحراوي واثنينهم يشكلون من الآفات الخطيرة واللي أيضاً هناك جهود كبيرة حقيقة في تتبع مثل هذه الحشرات ووصل الأمر حتى أنه وجود أقمار صناعية تتراقب مثل هذه الحشرات وأسرابها وتكوينها ومنظمة الفاو اللي هي معنية بهذا الأمر تكون عادة حقيقة فرق وجوالة في المناطق اللي فيها هذه الحشرات لمكافحتها قبل أن تتحول إلى أسراب وتقضي على المزروعات وهذه العائلة يضع الجراد بيوضة بشكل كتل في التربة حيث تدفع الأنتى بآلة وضع البيت تحفر في التربة على شكل نفق وتوضح بيوضة ثم السدة بإفرازات منها تقفل الحجرة ويحمل بيض من حوامل الجو والتربة والأعداء الحيوية وهذه مثل ما تلاحظ الأشكال عندك الجراد الأولى نوعين من الجراد ولاحظ الأجنحة ليس سمية مستقيمة الأجنحة الأجنحة تكون على الظهر جانبي البطن تكون ممدودة بشكل مستقيم واللوامس تكون قصيرة وتكون الأرجل الزوج الخلفي من الأرجل معد للقفز بشكل كلش كبير وواضح تلاحظ هذا فيه النموذجين وحتى النماذج اللي راح نتكلم عنها بنفس الصيغة لا تلاحظها بنفس الصيغة أجرات حشرات نباتية نهمة للتغذية تعيش أحيانا بشكل تجمعات وتسبب أضرار كبيرة بالمزروعات كما تكلمنا وخاصة الأنواع المهاجرة فهي تطير بأسراب هائلة الأعداد وتنتشر لمئات الكيلومترات وأنا شايفها حقيقة سربها تقريبا يمتد لأكثر من ساعة كل هذه المنطقة اللي تنزل بها فهي تاكلها وتتركها أرض قاحلة وهي نحمة جدا وتتطلب مثل ما قلت لكم جهود أكثر من دولة لأن طيرانه وهجماته تعدى حدود البلد اللي نشأ منه عائلة الجراد ذو القرون الطويلة صفحة 194 هذه العائلة تختلف عن سابقتها بأن اللوامس هنا طويلة جدا وهي بطول أو أطول من الجسم والرسق فيها ذو أربعة عقل وكما أن آلة وضع البيض طويلة وعالما تكون سيفية الشكل والبطن يكون أقصر من الأجنحة وهي أيضا حشرات نباتية ولكنها لا تهاجر وإنما تبقى في مكانها ولكنها تعيش أيضا في تجمعات وتهاجم المزروعات وخاصة الصيفية منها وتسبب لها الأضرار وهناك طرق مختلفة في وضع بيضها فمنها من يوضع في الأرض منها من يوضع فيه استيقان النباتات أو حواف الأوراق وغيرها وهي بعضها يحاكي النباتات بشكله ولا نلاحظ هذه الحشرة بسهولة إلا بعد التمعن والتدقيق وعضو السمع لين يوجد على ساق الرجل الأمية هذا الأولى تلاحظك شنو ضل القرون أو ضل اللوامس الطويلة تلاحظه يشبه ورقة نباتية فمن يوجد بين النباتات صعب الميزة تلاحظه وهذا عندك النطاط نحن نسميه النطاط ضل القرون الطويلة وهذا النطاط تلاحظه يكون هذه الحورية الثانية شوف شون شكلها تشبه النبات وعاين لللوامس قد طويلة تمتد أطول من طول الجسم خاصة في النموذج الثاني وعاين أيضا ل آلة وضع البيض اللي موجودة بآخر الجسم بالنموذجين الأولى تكون معقوفة والثانية تشبه السيف تقريبا ذلك تسميناها بالسيفية وأثمين هن لاحظهن في النطاط ضل القرون الطويلة تلاحظ آلة وضع البيض ركز معاي وشوفها تلاحظها أنه معقوفة واللعومس طويلة والعون مركبة أيضا كبيرة وواضحة العائلة الأخرى هي عائلة الصراسل الحقل وهذه حقيقة احنا متعرفين عليها بشكل جيد لأنها تغزو تغزو البيوت خلال فترة تقريبا الفترة اللي هي ترتف درجة الحرارة خلال خلال شهر الخامس على شهر السادس تغزو البيوت وتكون بشكل كثيفة جدا هسا متشوفون أشكالها تتذكرونها معا الأوامس الصراسل في هذا النوع تكون أو في هذه العائلة تكون رفيعة وطويلة ويكون الزوج الأول من الأجنحة وفقية فوق الجسم عند عدم الاستعمال والرسغ يتكون من ثلاث عقل وعض السمع وين يوجد؟ يوجد على ساقي الرجل الأمامية يختلف الجسدان أي الذكر والأنثى مظهريا حيث الأنثى تحمل آلة وضع بيت طويلة وتكون تعريق أجنحتها أبسط مما هو حاصل في الذكر والحشرات تكون تغذيتها نباتية والحشائش والخضروات ولكن البعض منها ممكن يتغذى إضافة التغذية النباتية على قرض ملابس في داخل البيوت خاصة عندما يهاجم البيوت وأعداد هذه الحشرات قليلة ولذلك فإن أضرار محدودة وعندنا العائلة الأخرى هي عائلة الكاروب وتختلف حشرات الكاروب عن الصراصر بأن أرجلها الأمامية تكون محورة للحفر وسبق أن أخذنا مثل هذه الأرجل وتكلمنا عنها فهي تصير مثل المعاول تقريبا مثل المعاول فضخمت أجزاء هذه الأرجل حتى الرسغ أيضا ضخم وقصرت وأصمعت الساب مجهزة بأسنان حادة قوية تصلح للحفر كما أن الرسغ مثل الأسنان لوامس الكاروب يكون أقصر من الجسم بكثير وعيونه صغيرة وتوضع البيض أثرية وبعض أنواع منها تكون مجنحة وتستطيع الطيران وبعض الآخر يكون أجنحتها قصيرة كما أنها لا تستطيع الطيران هذه الحشرات بعض أنواع منها عديمة الأجنحة وتعيش هذه الحشرات تحت الأرض حيث تعمل أنفاق تحت التربة فهي تتغذى على جذور النباتات وتتغذى على ما يصايد فيها من حيوانات صغيرة كالحشرات المخبئة بالتربة على الديدان ما شابه ذلك وتكون من الحشرات الضارة وخاصة مع الدايات الدايات هي الشتلات التي تزرع أو تزرع أول مرة أو تزرع في الحقيق حتى ينقلونها للزراعة كما هو بالحال في الطباطة البلجان وغيرها التي تجهز قبل فترة من زراعتها في الحقيق فتكون ضارة إذن والكاروب إذن نباتت تغذية بصورة رئيسية وأيضا مفترس ثو تغذية لاحة ما بالإضافة إلى ذلك فالكاروب عادة عادة ما يتغذى على أفراد من نوعه فقد يتغذى على بيضه على حرياته على كاملاته إن وجدت ولذلك فهو إذن لاحم يتغذى على أفراده ويتغذى على الحشرات الأخرى إن صادفته في نفقه وما شابه ذلك تضع البيوض في حجر صغيرة تعملها تحت الأرض لأن أيضا تخاف عليها حيوانات نفسها بناء جنسها أو بناء نوحها وهي متصلة بأنفاقها ويفقس البيض عن حريات صغيرة تمر بخمسة أطوال حورية وخمسة انسلاخات حتى يصل الطور الكامل تقريبا يحتاج إلى فترة طويلة قد تمتد لسنتين وهذا عندك الشكلين اللي موجودة هما لسلاصر الحقل تلاحظ تلاحظ اشتراس الحق اللي موجودة بشلون يكون آلة وضع البيض تكون أيضا طويلة والأرجل معدن خلفية للقفز وتكون هذه الحشرة تزورنا في أوقات أوقات من استبتع درجة الحرارة وبعض الأحيان يسمونها بالطفار عندنا الطفار وما شابه ذلك اللي من أسماء محلية يتميز موجود خطين نطلع الخطين السوداء وين على على رأسه فهذا نول ما شفت تتوقع تصبح صرصر أمريكي لا من شفت الخطين لا صرصر ألماني هذا صرصر ألماني وشوف لنا الحوريات الصغيرة اللي توها في عقسة تكون هذه دا دا المردان وين يعيش؟ يعيش في الأماكن الرطبة المضللة وهو ليلي النشاط ويعيش معيشة قد تكون معيشة جماعية أي أنه يتجمع بعضها في البيوت أو القرب من المنازل وقسم يعيش بعيد عن الإنسان ويعيش في تحت قلف العجار ويحتبر تحتبر هذه الحشرات من الآفات المنزلية والأنثى تضع بيضها داخل محافظ أو أكياس وهذا اللي قد تحفل معاها اللي حين موعد الفقس فتضعه في مكان ملائم للفقس والبيض يخرج عن حوريات صغيرة كما لاحظتوه وتتغذى على المواد العضوية تتغذى على المواد العضوية المتفسخة والمواد العضوية الأخرى كالفضلات ما شابه ذلك حالها حال أمهاتها إذ تعتبر من ذوات التغذية العامة أي الحشرات الكنسة الرمية ولكيس البيض شكل وزخارف خاصة بكل نوع وكل كيس يحتوي من 15 إلى 40 بيضة مرتبة في صفين متناظرين ومعظم أنواع تكون تتكاثر جنسيا أي أنها تتزاوج وإن كان البعض منها يتكاثر عذريا بعض أنواع هذه العائلة تعيش في الخشب المتفسخ وتكون بشكل مجامع قريبة للمعيشة الاجتماعية وتتغذى على الخشب وبمساعدة بعض أنواع من الحيوانات الأولية التي تعيش في قناتها الهضمية ويعتبر مثل هذه الأنواع هي التي تعيش مع الإنسان من أسوأ الآفات المنزلية فهي إضافة إلى أنها تتغذى على المواد والعضوية وفضلات المجاري فهي تنقل الطفيليات تنقل الأمراض إضافة إلى التلوث بهذه المواد من تطلع من الحمام وين تروح على الأكل والزورة إضافة بأفرازاتها وروائحها الكريهة فهي تنقل مسببات المرضية ومن الجهة أخرى فهي تعتبر المحللات الطبيعية ولكن ضررها يكون أكثر مما هو حاصل في نفحها وسبقاً تكلمنا عنها في تكلمنا عنها في الطفيليات وقلنا الصرصر خاصة ينقل الكثير من الأمراض وخاصة الأمراض ليس فقط على الأمراض المعوية ولكن على الأخص الأمراض اللي تنتقل بالبراز لأن يتغذى على الفضلات في داخل السبت تنك أو في داخل الحمامات وما شابه في محاضرتنا الثانية نكمل وإياكم ما تبقى أنه من رتبة المردان وأيضاً نكمل في الرتب الأخرى من خارجية الأنهى فتجينا عندنا عائلة فرس النبي هي المانتدي وخاصة نرضمنا هذه الرتيبة أو تحت الرتبة اللي هي مانتدي والرعس في هذه الرتبة غير مغطى بالصع أو الصفحة الظهرية كما لاحظناها في الصرصر ولها ثلاث عيون بسيطة إضافة إلى عيون مركبة جيدة التركيب والتكوين والأرجل الأمامية تكون محورة للقنص كما أن القنصة تكون غير مجهزة كما هو الحال بالصرصر بتخخنات قوية وضمن هذه الرتبة عائلة فرس النبي ففيما عدا الصفات اللي تفصل الرتيبتين فإن حشرات الصلاة والفرس النبي تتشابه لحد ما فأجزاء الفم والأعضاء الداخلية وأعضاء التزاوج كلها تدل على أن المجموعتين قريبتا الصلة من الناحية التطورية من السهل جدا تعرف على حشرة فرس النبي من خلال أرجلها المحورة للقنص واللي ترفحها بشكل نحو المقدمة اللي ذلك سمية فرس النبي فهي حقيقة تكون في وضع ارتهال في وضع ارتهال وتشبه الفرس لتيجة لتطاول الصدر الأول وأيديها الأمامية والأرجل الأمامية اللي مرفوعة دائما اللي هي تنتظر الفرائس هي ما تطارد فرائسها ولكن تعيش وفي أماكن ما تصدر أي أصوات ولا حركة وتنتظر مرور الفريسة فتنقض عليها بأرجلها وتقنصها فهي إنما ما تطارد فرائسها كما هو الحال في بعض الحيوانات الأخرى وفرس النبي أرجلها الأمامية محور القنص ومزودة بأشواك عديدة حادة ذات حرق قفتين طويلتين جدا وعيونها الكبة شبيها تلاحظون حرمك مميزة التكوين كبيرة الحجم ماضحة بكلش كبير كما تلاحظ في الصور اللي شاهدها أمامك وتلاحظ هنا شلون هي حشرة مفترسة تفترس الحشرات الأخرى ولاحظتها أنت في المحاضرة السابقة في أجزاء الفم القارض شلون هي تستطيع أن تفترس حيوانات أكبر منها فهي إذن حيوانات لهمة تتغذى على الحشرات وعلى الحيوانات الأخرى والصدر الأول يكون كبير وطويل أما أرجلها الوسطى والخلفية فرفيعة وبسيطة ولوامسها تكون خيطية طويلة وقد تكون تشبه ورقة الأيجار تقريبا وتكون هذه الحشرات أيضا كما في الصراسر أما مجنحة أو قصيرة الجناح أو غير مجنحة معظمة يكون أخضر أو بني أو منقض أو يأخذ أشكال أخرى بعضها يشابه أوراق النباتات وفي الشكل واللون كما بعض الأنواع المفترسة تغذى على حشرات أخرى تصدادها بأردلها وهي لا تطارد فرائسها مثل ما قلت ولكن تنتظر فرائسها رافعة رجليها الأمامين أمامها حتى تقتر من الفريسة فتقتنصها وتمسكها برجه نصتين وتقضمها في مثل القادم القوي فاللي تمسكها حقيقة لا توقع في بينه في شرك لا يمكن الخروج منها بسلام لأنها هذه الأشواق ستتمزق الحشرة في أحشاءها الداخلية وبذلك الموت سيكون حليب كل حشرة تقع فريسة لهذه الحشرات وهذه الحشرات تتغذى أيضا على أفراد من نفس نوحة وعلى العلمات تعتبر حشرات فرس النبي نافعة لها تتغذى عليما على الحشرات والضارة مثل الجرات وما شابه ذلك والأنثى تضع بيضها على شكل كتل كبيرة ومغطات بكيس البيض اللي عادة ما تلسقه بغص النبات وهذه البيوت أو عد الأكياس تمضي الدور التشتيع على شكل بيوت عدنا الرتبة الأخرى هي رتبة جلدية الأجنحة أو احنا ما نسميها بالدير ما بترأو نسميها احنا ببرة العجوز احنا نسميها بعض الأحيال يسمونها عدنا ابو مقص سمونها بعض الأحيال مشيط حية ما يسمونها اللي هي تكون غالبا ما يحذر منها من الدخول في الأذن وحشرات رتبة جلدية الأجنحة ذات جسم طويل وصلب بعضها مجنح وبعض الآخر يكون غير مجنح والحشرات المجنحة ذات زوجين من الأجنحة ويكون الزوج الأول فيها قصير وجلدي وخالي من العروق ويسمى أيضا بالتقمنة كما في رتبة مستقيمة الأجنحة وقريباتها ويمتد الجناح الأماميان يمتد الجناحان الأماميان عند عدم الاستعمال فوق ظهر الحشرة وبشكل مستقيم يلتقيان بشكل مستقيم عند الوسط أما الجناحان الخلفيان فاش بيهم يكونان جيدي التكوين وكبيرين ويكونان تقريبا شكلهم شكل دائري ويكون التعريق فيهما شعاعي أي الخلفيين وعند عدم الاستعمال يطويان كما تطوى المرحة اليدوية النسائية ويكون أجزاء الفم فيها من النوع القارض والعيون المركبة كبيرة أما العيون بسيطة فصغيرة أو مفقودة واللوامس تكون فيها طويلة وذات قطع عديدة والتحول تدريجي والرسخ يتكون من ثلاث قطع ينتهي البطن أيضا بقرون شرجية قوية تشبه الملاقط اللي عادة ما تكون تحملها كما يحمل الأقرب شوكة السم أو شوكة شوكة في نهاية بطنه فتكون هذه الملاقط تكون راجعة من حن البطن للأمام وراء تكون باتجاه الأمام وكأنه متحيب للقتال وهذه القرون الشرجية تكون صلبة تشبه الملاقط واللي إحنا سميناها بإبرة العجوز لأنها تكون تشبه السم الإبرة اللي هو ثقب الإبرة لتكون لأنها تلتقي في الأنات خاصة من الخلق فتكون بما يشبه الفتح مال الإبرة والعجوز تعرفون عيونها شوية مو كلش فتكون واسعة هذه الفتحة فسميت بذلك بإبرة العجوز لأن إبرة العجوز تكون الفتحة شوي أوسع تختلف عن إبرة الشابات تشمل هذه الرتبة ثلاث عائلات ما الأهم هي للأولة هي أكبر العائلات barely الآلية الأخيرة وليست الآلية الأولى هنا هي الآلية الأخيرة هي أكبر العائلات وتضم الفتحة الآلية العظمى لأنواء الر eines أما العائلة الثانية فهي بيوضة وولودة تعيش مع الخفاش في أعشاشة والعائلة الثالثة هي بيوضة وولودة أيضا وتعيش متطفلة خارجيا على جرد الموز تعيش جلدية الأجنحة معيشة ليلية وتنجرب نحو الضوء وهي مختلطة المعيشة بين مفترسة وبين تتغذى تغذية نباتية على أجزاء الزهور وبعض الثمار وعلى أولاق النباتات كما أن هذه الحشرات أيضا تكون فيها تغذية رمية والأنثة تضع بيضها اللي يكون بيضوي الشكل لونه أبيض على شكل مجاميع في خلية أو حجرة وتعملها الأم في الأرض في مكان منعزل والأم تعتني بالبيط طيل فترة الحضانة وتحرس من الأعداء وترعى الحوريات الصغيرة بعد الفقص لبتر قصيرة من الزمن أي أنه هي حيوانات حاضرة للبيوت وحاضرة لصغارها تمر الحوريات من أربع إلى ستة أطوار حتى تصل أي من أربع إلى ستة انسلاخات حتى تصل للطور الكامل تعيش هذه الحشرات بصورة رئيسية في المناطق الاستوائية وموجودة عندنا في مناطقنا ومن من لا يعرف إبرة العجوز وهذا شكلها اللي موجودة عندكم كل نحن شايفينها وكل نحن نتعرف عنها فالذكور تتميز عن الأناث بتكون الملاقط اللي هي نسميها بإبرة العجوز جدت تسمية تلاحظها تكون للملاقط مال الذكر تكون معقوفة وقد تحتوي على نتوآت تحتوي على نتوآت من الداخل تكون نتوء أو نتوآي ومثل ما موجود عندك في الميل في الأسفل محتوى عن نتوآين وتكون في الأنثى تقريبا مستقيمة عندك الأولى من الأعلى في الرسمة الأولى تكون أنثى وفي الأسفل تكون ذكر وعندك الثنين يكون على اليمين أنثى وعلى اليسار يكون ذكر ولاحظ الاختلاف في شكل القرون الشرجية يكون في الذكر معقوفة وفي الأنثى تكون مقيمة هذا عندك أنثى وذكر فوق أنثى والجو ذكر ولاحظ الاختلاف في طبيعة القرون الشرجية المعقوفة في الذكر والمستقيمة في الأنثى وعائل الأجنحة شبه كروية وذات تعرق شعاعي وتشبه المروحة اليدوية النسائية تلاحظ هذا بشكل واضح ومميز وعندنا الرتبة الأخرى هي رتبة ذبابة مايو أو ذات رتبة ذبابة مايس كما نسمي هذا الشهر بمايس ما نسميه بمايو ولكن عالميا تحتبر بالمي فلاي تضم هذه الرتبة بجموعة من الحشرات اللي غالبا مايشاهدها الإنسان في حافات البرك مجال الأنهار وخاصة كانت تأتينا أيام الربيع شهر الثالث على شهر الرابع كانت بداية الفيضانات كانت تجي تغطي الأنهار وكنا نسميها أحنا ويقولوا لها لكم نسميها بتشيشلاوة وتدوم حياتها لبضع ساعات فلذلك سميت باليوميات سميت بالإيفي ميرو بيترة هي معناها الحرفي باليوميات لأن الكاملات تعيش فيها لبضع سويعات ربما لا تتجاوز اليوم أما الحوريات فهي تعيش في الماء وتمتد لفترة قد تصل إلى سنة وهذا النوع غالبا ما فيه الكاملات شنه عندك تضع البيوت تفقص عن حوريات مائية صغيرة تتنفس بواسطة الخياشم مائية وتم سلق عدة انسلاخات هذه الانسلاخات تختلف حسب النوع والرتبة منها ما تكون تغذية نباتية وبعض منها يتغذى تغذية حيوانية أي لاحمة على الأسماك والحشرات الصغيرة وغيرها من الأنسجة الحيوانية وبذلك تكون هي مهمة في السلسلة الغدائية حيث تعتبر غذاء مهم بالنسبة للأسماك وخاصة في الأنهار وأيضا في المستنقعات ونسميه بشبه الكامل هذه الحشرة تنفرد عن جميع الحشرات الأخرى إنها الحشرة الوحيدة التي عندما تتحول للطور المجنح تنسلخ بعد هذا الانسلاخ بدقائق مرة أخرى لتتحول إلى الطور الكامل أي يتكون طور شبه كامل مجنح ثم ينسلخ هذا الطور المجنح ليتحول إلى الطور الكامل ما موجود في كل الحشرات معدى رتبة اليومية ويتميز هذا الدور بمطهن المعتب نوعا ما وشفافية الأجلحة المتناهية والتي تكون حرفاتها مزودة بخصر من الشعيرات والتحول من طور شبه الكامل إلى الدول الكامل يتم بواسطة انسلاخ يحدث فقط في أفراد هذه الرتبة وهي من مميزاتها الفريدة إذا قلت لك أهم ما مميز لهذه لتتذكر هذه الفقرة أو أجيب لك فراه وقد يحدث مثل هذا التحول خلال بضعة دقائق وقد بعد خروج دور شبه الكامل من آخر طور حوري ويتغذى الطور الحوري أو عفوا ويصعد أو يثبت نفسه على الأجزاء النباتية المائية اللي بارسطها الماء ثم ينسلخ الانسلاخ الأخير وميزات هذه الحشرة جسم متطاول ولون حنطي وناعم اللوامس فيها شعرية ومتعددة الحلقات أعضاء الفم في الكامل تكون أثرية إذ لا حادي لها بسبب أنه عمرها قصير وينتهي بعد التداوج وضع البيض والأجنحة فهي غشائية مثلثة الشكل والزوج الخلفي يكون مختزل بالحجم وقد يختفي تماما والبطن مزود بزوج من القرون الشرجية الطويلة يتألف كل منهما من عدة قطع وقد يوجد في بعض الأنواع تركيب خيطي آخر الحورية المائية وأيضا تمتلك خياشم ورح نشوفها وتتألف البطن من عشرة حلقات والحلقة الحادي عشر مختزلة وملتحمة بمن بالحلقة البطنية العاشرة وقناة البيض تفتح بقناة بيض مشتركة في الأنثى بفتحتين تناسليتين خارجتين مستقلتين تقعان في الحلقة السابعة والثامنة على السطح البطني وهذه من أحد الصفات الفريدة في أطراد دبابة مايو ولا تمتلك الأنتى جهاز وضع بيض أما الأعضاء التناسلية الذكرية الخارجية تألف من زوج من الملاقط عندك كلاسبر وتنشئ من الصفيحة البطنية الحلقية للتاسعة ويبقع بينهما زوج من القضيبان أو القضيبان وتمتد القضيبان عند القاعدة تعتبر رتبة دبابة مايو من الحشرات المائية المهمة اقتصاديا حيث أن أطوار المائية تعتبر غذاء للأسماء تلاحظ هذه دبابة مايو واحدة على توهم على سطح الماء ربما يتوضع البيوض والثاني تلاحظ شكلها غالبا ما يكون شكل مقوس على مقوس وترفع فيها القرون الشرجية بشكل واضح والجناح الخلفي يكون صغير أما الجناح الأمامي كبير وهذه صفحة أخرى غالبا ما تكون الأجنحة عدم دبابة مايو تكون الأجنحة الخلفية أصغر من الأجنحة الأمامية هذه عدك الحورية الحورية تكون مزودة بخياشم عدها وياي 1-2-3-4-5-6-7 سبعة خياشم بطنية واضحة بشكل واضح وإضافة إلى عدك وجود خياشم واضحة تكون على القرون الشرجية أيضا قد يوجد ولاحظ في الصورة الخلفية لاحظ بأن الجناح الخلفي يكون فيها صغير أصغر بالجناح الأمامي ولاحظ هنا الأعداد الهائلة لغزت مدينة أوهايا في أمريكا في شهر حزيران عام 2019 نقل عن الـ CNN تلاحظها قد بالأكوام هذه الحشرات تكون مية من مية تكون قريبة منها مستنقة أو شوف تلاحظها تجي على الضوء خاصة وتغزو المناطق والطير هي في أماكن مختلفة ولكن هي تستهدف الماء لأبداقة الحوريات توجد بأعداد كبيرة في المياه تشكل لنا مصدر غذائي للأسماك وأحيانا نطلب عليها بما شية الأسماك فهي غذاء شهي لكثير من الأسماك كالسردين ويحاول أن يكثرها بعض مربي الأسماك في أحوال تربية الأسماك وتصنيف هذه أفراد هذه الرتبة يكون غير مستقر ولتيجة لضحالة الدراسات الموجودة عليها حيث لكونها لا تشكل من الحشرات الضارة حقيقة لأنني قلت لك حشرات نافعة تستعمل فيه كغذاء للأسماك ولكن ليس بالحجم الذي يجذب أنظار المهتمين بهذه الدراسات وتكون مهملة من ناحية الدراسات فهي إذن وضع التصنيفي غير مستقر وتنتشر هذه المجموحة في البقعة المائية الواسعة كالأخوار وبحيرات ولكنها غير مدروسة عندنا خاصة من الوجهة التصنيفية عندنا الرتبة الأخرى وهي من الرتب المهمة هي رتبة الرعاشات وتكون حشرات مفترسة في الطورين الحوري والكامل وتحتوي أعضاء فم قاطعة أو قاضمة وهي شديدة الافتراس وتقتنص أنواعا كثيرة من الحشرات اللي صادفها ولذلك هي تعتبر من الحشرات المفيدة لأنها تتغذى على الحشرات الأخرى وخاصة الذباب وما شابه ذلك والرأس يكون مفصول عن الصدر بواسطة عنق رفيع يجعل الرأس يتحرك يمين ويسرى بشكل سهل ويعيش الطور غير البالغ واليسمى بالحورية المائية يعني هناك وين في البيئات المائية ولكن لا يوجد أو تخل منه مياه المحيطات والبحار الرأس يكون كبير والعيون مركبة واسعة واللوامس قصيرة تتكون من 3 إلى 7 قطع أعضاء الفم من النوع القاطع يتألف من زوج من الفكوك القاضمة والضخمة والقوية ويتألف الفك المساعد من فص يمثل آلة لمس وغير مقسم إلى قطع وهنا ومن جزء مسنن يمثل الفتحام القلونسوة بالشرشرة أو اللاسينية ويتوسع الذقن الأمامي إلى الجانبين مشكلا تركيب حرشفي على كل جهة منه وكل حرشفة تحمل فصا جانبيا ينتهي بشوكة وخارج هذه الشوكة توجد شوكة أخرى متحركة وتمثل هذه الفصوص والأشواك اللوامس الشفوية المتحورة هنا الصدر الأمامي يكون مختزل نوعا ما إلى حد كبير وأفراد هذه الرتبة قد يلتحم الصدر الوسطي مع الصدر الخلفي وتتحول الأرجل في الصدر الأمامي بذلك متقدمة نوعا ما تجي تقريبا قرب الفم أو قرب تحت الرأس وبذلك تساعد عملية الافتراس أو عملية قنص الحشرات أي أن هذه العملية تتسبب في زحف الأرجل أو الصفائح الصدرية للقصية اللي هي الاسترنة نحو الأمام والأجنحة تحركت اتصالاتها إلى الخلف بسبب زحف الصفائح الصدرية إلى الخلف وعليه تقع الأرجل مجتمعة إلى الأمامي قريبا من أعضاء الفم وبذلك تمكن الحشرة من مسكل فريسة وتسهل عملية ابتناصة أو غضبها بالقبل الفكوك القادمة الجيدة التكوين البطن تتألف البطن من عشرة حلقات ظاهرة وتكون متطاولة ولكن بقايا الحشر الحادي عشر في نهاية البطن عبارة عن تركيب يطلق عليه باسم الدنب تلسن والأخير يتمثل بثلاث قطعة صغيرة تحيط المخرج تسمى القطعة الظهرية فوق المخرجية وزوج المقطعة الجانبية وتقسم أو يضم تضم هذه الرتبة تحت تحتي رتبتين وهما تحت رتبة غير متشابهة الأجنحة الأن آيزا وبترة أو نسميه بالدراجون فلايس أو الرعاش الكبير ويكون الزوج الخلفي من الأجنحة أوسع من الزوج الأمامي وبشكل أفقي ممتدة إلى الخارج أو إلى الأعلى ويكون جسم هذه الرعاشات بشكل عادة أضخم من الرعاشات الرتيبة الأخرى أو تحت الرتبة الأخرى وتكون المسافة بين العيون المركبة أقصر مما هو عليه في حالة الرتيبة الأخرى أي أقصر من طول قطر مساحة السطح الظهري لكل عين مركبة كما تمتلك الحورية المائية على هياشم مستقيمية توجد داخل مستقيم أما رتبة الرعاشات متساوية الأجنحة زايقوبترة أو نسميها بالرعاش الصغير تكون زوج الأجنحة تقريبا متشابهين ويحملان عند عدم الاستعمال فوق البطن بشكل متوازي كما هو الحال في الأشكال راح نشوفه ويتقون جسم هذه الرعاشات من بطنها يكون رفيع وخيطي وتكون مسافة بين العيون المركبة أطول من قطر المساحة الظهرية لكل عين كما تمتلك الحورية المائية ثلاثة خياشم موجودة موجودة في نهاية بطنها تسمى بالخياشم الذنى حياتية الرعاشات يحدث الجماع بين الذكر والأنثى عندما تكون الحشرة طائرة وتقطع الفتحة التناسلية للأنثى قرب نهاية البطن ويمتلك الذكر أيضا في الجهة البطنية لحلقتين الثانية والثالثة من البطنية لكي يكون هذا العضو من شق يحوي أعضاء قبض وقضيب ويحوي تركيب لخزن الحيامل وقبل الجماع ينقل الذكر الحيامل إلى تركيب خزن الحيامل بإنحناء بطنه وكذلك يحيط نهاية البطن الذكر أعضاء للقبض وخلال الطيران تتزاوج الحشرات ويقبض الذكر في مجموعة الرعاش الكبير على عمق رأس الأنثى بواسطة أعضاء القبض الموجودة في نهاية البطن ويقبض الذكر الرعاش تلاحظ الرعاش الكبير تكون الأجنحة تقريبا الجناح الخلفي أكبر من الجناح الأمامي وتكون الجسم أضخم ولاحظ شوف شون عندك الاسترلة شون شو تكون شوي متقدمة للأمام والثرجة تكون من الخلف والأرجل تكون قرب الفم وتلاحظ عندك الأجنحة الجيدة التكوين الشبكية وتتميز هذه الحشرات وجود الاستقمة في شكل واضح وهي تكون على الجانبين عند الراحة أما في الرعاش الصغير اللي تلاحظ على اليسار تكون فيه الأجنحة فوق الجسم لا تنظر للشكل الأسفل الشكل الأسفل هم فاردين الأجنحة عندما دعثنا عملية التصبير هذا متهيئة للطيران في هذه المهال الطيران أو نازلتوها تلاحظ الأجنحة بعثي مفروضة ما جاية على البطن الرعاش الكبير المسافة بين العيون مركبة تقاد تكون معدومة ماكو مسافة وبينما في الرعاش الصغير المسافة بعيدة بحيث تتعادل أكثر من قطر العين وعندك الحورية بالنسبة للرعاش الكبير الخياشم تقع تحت بداخل فتحة المستقيم وهنا موجودة عندك ثلاثة خياشم في الرعاش الصغير موجودة في نهات البطن هذه عندك الحوريات مائية للرعاش الكبير وهذه صد الأمام الأنثى تطوي الأنثى بطنها إلى آخره أي أنه تكون العملية تساوج بهذا الشكل هذا هنا يساعد الأنثى هنا يساعد الأنثى يساعد الأنثى على وضع البيض فهنا يقبض عليه بهذا الصيغة حتى يساعدها في وضع البيض وربما تكون أيضا عند أعضاء قابضة ولكن من الصورة اللي راح تجيك ما توضع شو بتلاحظ أنه وين؟ أيضا احتمال أنه ملفوف ولكن عندك بشكل واضح أنه بالعاش صغير وين قابض قابض على عمق على عمق الحشرة يكون الأنثى تجيب تجيب فتحة التناسلية تلاصقها مع البطن كما تكلمنا اللي تكون هناك فيها قطيف ومخزن للحيامن في النوعين السابقين سواء كان فيه تحت الرتبتين الصغيرة والكبيرة لاحظ بهذا الشكل ويكون الوضع اثنين هم يتزاوجون وهم مطايرين معنا شون المرات تكون الأنثى يتوضع أريد أن الذكر يمسكها أو هي لاحظ شون الذكر ماسكها وهي تضع بالبيض أي خاصة عندما لا توجد أدغال وهنا أيضاً الذكر ماسك الأنثى خوفاً عليها من تلاحظ هنا في الرعاج الصغير هنا الذكر ماسك الأنثى والأنثى داخل أجزاء متلاحظ حول بينه واضح الماء وتضع بيوضها تلصقها على ساق أحد النباتات المائية وذكر ماسكها يسنتها حتى لا وهنا الأنثى تضع بيضها بدون مساعدة الذكر تضع تضع